عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة بعض ملفات العمل الخاصة بالتقدم المحقق في إدماج مبادئ النمو الأخضر تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد مدبولي أهمية تحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته على مستوى القطاعات المختلفة مؤكدا أن الدولة ما زالت تضع ذلك الملف على رأس الأولويات كما تمت مناقشة ملخص التقرير الذي يشتمل على التقييم والتوصيات بلجندي الآداء البيئي والسياسات البيئية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من مايو الماضي هذا وأشهد ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الأعضاء بالتقدم المحقق في إدماج مبادئ النمو الأخضر على مستوى السياسات والإجراءات والمشروعات المنفذة خلال السنوات الماضية في مصر والأسرامة في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتحسين جودة الهواء والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وجهود حفظ التنوع البيولوجي إضافة إلى جهود الحكومة لخلق مناخ مشجع على الاستثمار من أجل دعم التحول الأخضر ترجمة نانسي قنقر